السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة اليوم اليوم ان شاء الله سنحضر معكم كريب حلو ناجح 100% زائد طريقة تزيين بسيطة فبسم الله على بركة الله المكونات عندي 250 جرام من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات الدقيق الفورص اللي كان يكون مغرب له مسبقا أي منخول ملعقتا كبيرة من السكر الخاشن أي سكر سنيد وجوج خنيشات من سكر فانيليا مايو عادي 15 جرام يمكن لكم فقط تديرو غي خنيشة واحدة مايو عادي 17 جرام أنا كيعجبني نضيف زوج لأنك تغلب لنا عاديك الرائحة ديال الزافار ديال البيض عندي ثلاث حبات من البيض اللي كيكون بدرجة حرارة المطبخ 500 ميلي أو نصف لتر من الحليب اللي تيكون أيضا بدرجة حرارة المطبخ ملعقتان كبيرتين من زيت نباتية يمكن لكم تعوضهم بملعقتان كبيرتين من زبدة مدابة كيعطون نفس النتيجة قبزة صغيرة من الملح كنوضع المكونات ديالي كلها في الطراب الكهربائي السكر الفانيليا البيض وأيضا القبزة من الملح والحليب كنخلطهم جيدا مع بعضياتهم حتى كنحصل على خليط كيكون متجانس وأيضا الملعقتين من الزيت كيف ما قلتكم يمكن لكم تعوضهم بملعقتين من الزبدة المدابة والنتيجة رأى نفسها سواء استعملتوا الزيت أو الزبدة المدابة هنا من بعد ما كنخلط المكونات جيدا كنحصل على تشكل كتلاحظهم عادي الخالط عادة باش كنضيف الدقيقة وبنستعانة بوحد الملعقة كنحاول نحرك دك الدقيقة اللي تيبقى في الفوق باش كده يطحنوا لي المكونات جيدا عادة باش كنطحنهم مرة تانية مدة دقيقتين تقريبا حتى كنتحلي الخالط جيدا ودول الخالط اللي كنحصل عليه كيف ما كتلاحظوا معي كيجي خالط خفيف بزاف هنا كنغطي بلاستيك غدائي وكنخليه على جنب مدة نصف ساعة عادة باش كيمكن لي نحضر به لك خيب ديالي هنا كنحضر على جنب واحد شبكة كيف ما كتلاحظوا معي على هاتي شكل وفوطة وايضا كيكون علامين ديل هنا باش نحضر اي كريب طيبتة كنحطها فوق شبكة ايضا كنغطيها باش كده دوك الجواني بلي كيكون ورقاق يرتابو ويولو تريين ما يبقوش ينام قرمشين فهنا من بعد مرور نصف ساعة كندير المقلات ديل على نار متوسطة كتسخن كندهنا بالقليل من الزبدة في المرة الاولى فقط عدا باش كنضيفو مغرفة ديل الخريط على هاتي شكل كيف ما كتلاحظو معي وكننضيفها في الواسط وكندور من الجواني باش كده كتقدليا لك خيب على هاتي شكل هنا من بعد ما كنحسبها طابط من هاتي الجيهة كنقلبها على الجيهة التانية وكنصبر عليه حتى كتولي محمر على هاتي شكل كتلاحظو معي صافي كنستمر تاني على هاتي شكل حتى كنكمل كمية اللي عندي ديل الخليط فالطريقة جيت سهلة وممبسطة بالنسبة يعني المحاولة الاولى ديل الخريط تقدر الولى ما تجليكم شبح الاخرين اللي غا تقدو من بعد ولكن مش المشكل هاتي كي تعد تجربة فكتجي شوية ناقصة صافي هنا يا تقريبا تاهيت من تشكيل اللي كخب ديالي كيف ما كتلاحظو معي دا وشكل دياله هنا من بعد ما انتهيت تماما فهذا وشكل اللي كنحصل على لي ديال اللي كخب هذا علش خسكم ضروري تغطوهم باش كي حافظوا لديك الطراوة ديالهم كيف ما كتلاحظو معي هنا كيجو طريين وفتيين دو كل جوانيب كيجو رطبين وطريين أيضا فهذا وشكل ديالهم هنا بالنسبة لدي زين فانا اختارت زين فقط غير بالقليل من النوتيولا كيف ما كتلاحظو معايا واي فكهة مطفر عندكم سواء الموز او الفراولا بالنسبة لي انا مطفر عندي الموز او البانان فغادي نوضع قطع دائرية كتكون ارقيقة ما تغلضواش بزاف كما تلاحظو معايا فتاتيمة الفيديو انا من بعد ما وضعت هالطبقة ديال النوتيولا كيف ما كتلاحظو على هاد الشكل سرحتها كنضيف على قطع دائرية ارقيقة ديال الموز صافي هناي كان طوي هاد الشي على هاد الشكل كيف ما كتلاحظو معايا وتاني كان طوي على هاد الشكل يعني الشكل التقليدي ديال الطوياء ديال الكريب او من بعد كان زين بسلسة الكراميل او لالفراولا المويم اللي متوجه عندكم زينو بفت زين كي يبقى اختياري هدي مجرد فكرة تشاركتها معاكم هاده والطبقة النهائي قدمتهم على القليل من الكريم شونتيه كانت متوفرة عندي او اللا جلاس اللي عندكم هاده وصفة اليوم كانت منتنا لإعجابكم وبسلام عليكم الى حلقة قادمة ان شاء الله موسيقى